مرحبا بكم اخواتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي سحال جيدة اليوم ان شاء الله هي لبنات حبيت نشارككم واحد طالبيان تاع شباحة الصفراء القسنطينية نقول لكم شحالة معنى هالسهر تاكل حاجة شحال الاحتساب هاد المقادرة اللي مديت لكم شحالة خرجتلي يعني في الوضع متاع الشباح وهنا لبنات كما راكم نتلاحظو هنا عندي المقادر المتكونا من كيلو انت عالوز مرحي بودر انا شريته هكا بودر ديما خيره انه يكون جديد ونوعية جيدة انا هنا شريته من عند خالد اللي بحتصونا الغاز احنا في عزبا وكاين تاني لغوة دون بالاش في سكيدا كدلك يبيعو هنا مع كيلو انت عالوز مرحي در 300 قرام انت ثقر حرش مرحي هادك ثقر حرش مرحي ربعا مغارف كبارة ماء الزهر والبيض اللي يبه يعني نلم المكونات احنا راح نستعمل البيترة اه ورح نستعمل هاد الابياس اللي تخلط طبعا تقدروا تخدموا بيديكم مشنو تولهو اه يعني هادك اللوزن تاكم قيت لقلكم الزيتني انهم بعد راح تولي مشكلة اهنا اول حاجة خلطت اللوزن مع هادك السكر اللي يقودكم هو سكر حرش مرحي اه مبدائيا هنا خلط ستة بيضات او ستة صفر بيض واحتفت بالبيض على جهة ضفت هادك الصفر للمكونات وزدت هادك ماء الزهر انا حبيت ندير بماء الورد ولكن لا غالب ما توفرش برك عليها ماء الزهر طبعا انا الوصفة يعني الوصفة التقليدية تاع شبه الصفر عم بنا بني ما فيها للماء الزهر للماء الورد اه ولكن اه مثل هاد الاضافات فقط باش نحي وريحة البيض وماشي باش نحرفوا الوصفة بالعكس هاد الاضافات تخلي يعني شبه تعكم تجي فيها ريحة امليحة بس كمؤخرا جيت انتقادات بزاف يقولوا علش راكم تديروه علش راكم تحطوا في هاد الاضافات تشبه تجي غير بصفر البيض فاحنا حبيت نجاوب على هاديك الانتقادات يعني هاد الاضافات مراحة تؤثر على الوصفة اطلاقا اهنا لبنات اه زيت درت اه قاعد نضيف قطلكم ونشوف اه مجمل صفر البيض اللي خدمت به هو 12 انصافار متاع ببيض باش لملي لبات وتحصلت على قوام العجينة المطلوب هو 12 انصافار حجم كبير يعني لو كان يكون الصافار تاكم صغير قادر يعني صغير قادر اه يعني ما يكفي كمش 12 ما تكفي كمش احنا يقول لكم ان خاف من الوز انو يطلق الزيت انتا ويقول لكم بعد تحصلوا فيه فهنا الميت برك ابري الميت بك هكا العجينة قسمتها لازوش باش يسهل علي تحكم فيها لويتها في بابي فيلم وخليتها لجيها انا خليتها ريحت مدة ساعة برك هكاك يعني ما طولت لهاش وبلا يعني ما ندخلها للتلاجة جيس تخليتها اعلى اه برا طبعا خدمت بالوصفة انتاعي برك زيت اديت واحد لزاس تيس من عند اه اه طرية ديليس اه طبعا دكرة هي غني يعني يعني تعريف ليعرف سهرارة هو يعرف طرية ديليس حتى الوصفة انتاحة مشاء الله يخدموا يعني عندها حتى القسنطينية بدات يجيوا من القسنطينية يدوا عليها شبح السفرات تحتيني تهب بالمشاء الله وخدمك كذلك مشي غير حبيت نقول مهيش يعني غير التطبيق وصفة راهي اليدوثي تلعب الدور اهنا لبنت بعد ما ارتاحت كنت ابسطتها بصمك يعني ماهوش عالي بزيف وماهوش واطي كنت هنا جربت واحدة وبديت نطبع انا نحب نطبحها بالاستعانة بهكا كيس بلاستيكي ولا بابي فيلم بحنت حصل على شكل اللي يجي هكا بومبي من الفوق في نفس الوقت يعني تجيكم سهلة انكم قدموا ليوها يعني هنا حبيت اه نعطيكم كل الطرق لي باش تتحصلوا على نتيجة اه ممتازة او كامل يعني النصائح اللي بتتحصل على نتيجة ممتازة درت عدة اشكال دو بتشوفوها مع بعداكم طبعا اذا حبيتوا كذلك تشوفوا الوصفة تاعة طرية ديليز راح نخلي لكم قناتها اه في اول تعليق شوفوها واكيد يعني راح تجيبكم انا كمان بالكم من ابعتكمش اه حكي كبرك اه كم متكنش القناة تستاهل وعلى بالي اللي راهم ابوني في هديسة اه على بالي بلي رايهم من رأيي وراح تجيبكم اه بزيف قناتها والمحتوى تاحا ولا خدمتها ولا كل شي انا شوفو غالي بنا خدمو هاد الاشكال اللي جاي بهيه وهي الدرجة اكتر اه بالنسبة القوالب حتى قوالب كذلك راهي تتبع عند خالط انا شريت من عندو القوالب عندو في الحجم هذا المتوسط وعندو في الحجم الصغير انا حبيت ندير في الحجم الصغير مباري بنتلي بلي صغار دزيف واللي تعملت هاد الحجم اللي يجي اه متوسط وهنا درت اه كذلك هاد الشكل هاد الساهل يعني انو اه كنعودو نديموليوه يعني الساهل اه لانو يعني نديموليوه بصبعنا فرح يبقى لقاطر يعني الاصبع تعناه هنا نسيه وبركي فاش نعضلوه من تحت وهنا كملت اطبعت كامل الكمية يا لبنات وخليتها معنها خليتها حتى اللي البحطيبتها خرجت وكانت عندي امور فرزتها استعملت هاد القوالب كي مشتو استعملت الهلال اه استعملت القلب واه استعملت الدمعة وكذلك استعملت الوردة واستعملت هاد لادو يبهدرت هاد الاشكال اللي راكم تلاحظو اه فيها يعني خرجت شكل اخر بعيد يعني يعني على هدوك اه الطوابع ايضا اه راح نخليها تريح على قد يعني مريحة وتمازكت لما نجو نقلوها تبقى محافظة على الشكل انتحة اهنا قلت لكم هاد الفترة راهي شانعة بزيف يعني شبح صفراء والناس كل راهي تخدم بيها وهي مشروع يعني سهل للناس المهتمة بالمشايا ومبعد هنا في الليل جيت كنت من هين حطيت كس كاس باش نحطهم يعني قطره حطيت مقلة فيها زيت يسخن على نار تكون قريبة من المتوسط وحطيت بياد البيض اللي كنت احتفت بيه بسك السفار اللي ميت بيها العجينة والهين حطيت بلاتو اللي درت فيه بابي اب صغبون هلي يقط كملاستيس اللي اديتها من عند السورية مريح اللي واحد انه يدي ما في هوالو انه يدي فكرة ولا حاجة هادي تا انه كنا غمسوا يعني شباح في بياد البيض نحطوه هسا بيه يحبط البياد هذيك الزايد في البابي اب صغبون ومبعد نزيدو نمسحوه شوية من الفوق شوية بركة يعني لازم يبقى البياد في الحبات ومبعد هاد الخطوة تخليكم فيما بعد ما تضلوش يعني اتنقوا هذوك الحبات مل اه يعني مل البيض يعني رحوا يكونوا مفينيين بلا متفينيهم وتضيعوا وقتكم فيما بعد احنا هي قليتهم للمرة الاولى في المرة الاولى يا لبنات رح ننقلوهم يكونوا رحين شوية ميلين للونة الاصفر اه ومرة ومرة للمرة نقلبو يعني كما نحطوها تم تم بعد نقلبو باش يالبنات ما يعني ما يطيبش من جهة واحدة والاخرى يكون ناقص طياب لازم يكون طياب كيف كيف من الجهاتين كما قدكم جيستبرك ياخدوا هذك اللونة الاصفر رح نهزهم نحطهم في هذك الكسكاس رح يقطروا السع من هذك الزيتة القليان وبعد رح نحطهم في بابي اب صغبون باش هذك البابي اب صغبون يمتص كامل هذك الزيت باش نعاودو نقليوهم للمرة التانية ويدا شتو النار انتعكم باللي راه يغزيرو باللي راه يعني تلهفلكم في الواحد الحبات انتعكم زيدو اه نقصو اذا اللحظو رح يبكل شوية الاداءة وكأنهم بينب اللي طابو هما لا وكما راكم تشوفو في اللطخ قطي هذك التدبيرات جالبا بابي اب صغبون كيفاش راهم تص هذك بايض البيض كامل الزيت وبالتالي الحبة طبنة انيقة يعني بلا هذك يعني الزوائد انتع البيض كما مول في نقليوهم يعني في الطريقة هذك الاولى التقليدية هنا لبنات راح نقليه المرة التانية شوفو هذي المرة اللولة كيفا طيب تنصفر برك وبعد ما امتص هذك البابي اب صغبون هذك زيت الزيت راح نعود نفس الخطوة اللي درتها في اللول في القلية اللولة نفس الشي نعود نقبزها في البيض نتخلص من بيض البيض هذك الزيت ونعود نقليه للمرة التانية بصح يا لبنات المرة هذي في المرة التانية نحمروهم شوية مش خلاص يعني حتى يعودوا حمر خلاص ولكن حتى ياخدوا لون ذهبي ودرك تشوفو طبعا ليحب يعني يخدم ويخدمها وحديها هكاك معناها يحك يخدم غير الشباح ويكون معروف باللي يخدم غير الشباح بنتلي احسن من القاطو والتزيين وكما عبركم القاطو يحكم اليد يحكم الوقت المعن فيها بزاف تركيز فيها بزاف متعب بزاف وسيخطو نفسيا يقلق نفسيا ولكن هذي الشباح كما اقولوا ما فيها تخربت بزاف فيها مراحل هاي بينا متقلق شو حاجة لي تساعدكم يعني انتم اللي ما كيتت بالمنزل وحابين تخدموه على اروحكم كاين بزاف الناس يحبوا يدوء الافكار فحابين تشارككم تكنوري لكم اللون كيفاش يكون ها هو اللون كيفاش يكون بالنسبة المقادير هذي اللي مديتها لكم ثقر حرش درت ثلاثمية ومشرين جرام ثقر حرش على كل حال راح نكتب لكم المقادير اللي خدمت بيها كالعادة راح نكتبها لكم في صندوق الوصف او في التعليق المثبت هنية بعد محمار واخدوا اللون اللي حبيتو شاعدت الفلاش بش يبنكم اكتر لانو انا هنية كنت قاعدة نخدم في الليل وفي الليل دي ما تكون الإداءة نقصة عندي في الكوزينة فعل بيها شاعدت الفلاش هكتف يعني تقدروا تميزوا اللون اكتر واكتر واحسن واحسن قلت لكم هذيك الكمية خرجت لي تقريبا كيلو وثبعمية جرام انتاش باح خرجت لي كيلو وستمية وسبعين جرام انتاش باح هو الكيلو ما يخرش ذوش كيلو كما يعني البعض يقول لك بلك كيلو خلا ما يخرش مين با هنية كملت قليتهم كامل وخليتهم في البابياء بصغبون فرجت لهم هك كامل تحت وزدت فرجت لهم او بالاحرص تغطيتهم الفوق مع دغطة هك خفيفة وخليتهم ليلة كاملة قلت لكم كنت في الليل يعني خدمت هاد الخدمة كامل تعلقلي في القايلة بليتها وفي الليل طيبتها وصباح ما انا ها قدرتها في العلب نخليها هكا ليلة كاملة ودق نوري لكم مشترت لها تاني او نجيو لبنات للعلب هادو هادو العلب شريتهم من اللي زالي من عند لغوة لغوة دومبالاش في اللي زالي راح راح يبيع فيها من الوحدة ب1500 هادو العلب يهزو 200 غرام ميتين غرام طبعا اللي حكمت خدمت لهم قد لهم ما نخدم لكمش يعني كمية كبيرة راح نخدم كمية تعكيل وتعلوذ وراح نفرقها في دي بوات واللي حبو كامل يعني ان دي غي قد لهم دو واقكم برق من خدمت يدي بلا ما نخدم لها كونتيتي الكبيرة ما انا هدوكو نشوف مع الوقت وكل شي ونشوف اذا ذات حكمت وخدمت لها كونتيتي الكبيرة بس كالحق ما قلقتني اش اشبه السفراء المرة هادي هنه يا كاميرا كمتلاحظو وراحني نوزن وهاد العلبة هزت لي 200 غرام قد قد شوفو بعد نغلقها لطريقة الغلق تحها سهلة مهلة سهلة عالكيف تحبوهم بعد زيدو تسكوت شي وكيم حبيتو هنه كملتهم كامل يا لبناج كاميرا كمتلاحظو انا نخدم الكيلو بال300 هو اصل الكيلو بتاع الوزرهو 230 بلا ما ننسوا البيض بلا ما ننسوا السكر وبلا ما ننسوا كذلك الزيت والعلب وكل شي يعني داخل فيها شحال من حاجة فالسعر المناسب تحها هو 300 الكيلو كما اشتو اه درتم في هاد العلب بتاع دسان غرام اه واحدة برك فيها دسان سيكوند اه العلبة الوحدة اه حسبتها بستين الف ان شاء الله تكونوا استفدتوا اخواتي من هاد النصائح وان شاء الله تطبقوها وتخدمو بها مستقبلا وتساعدكم لدى نراه يدن وهنا نقولكم حبيبتي نلتقي في فيديو لاحق ضمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة